تتفاوت أراء العديد من الناس حول الوسيلة الفضلة لتبادل التهاني خلال أيام عيد الأضحى المبارك إلى أن بعض الشباب يفضلون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي رونق الزيارات بين الأهل والأحباب في هذه المناسبات السعيدة يبقى لامعا ومبهجا وهو ما لا يتوفر في الرسائل عبر الأجهزة الإلكترونية المزيد في تقرير الزميل يحيى العمري لفرحة العيد اليوم أوجه عديدة ترتسم البهجة فيها على محي الناس بابتسامات أو عبارات منمقة يعبرون من خلالها عن مشاعر الحب والود والتأخي بوسائل عدة الكترونية أو تبادل الهدايا الرمزية وغيرها الكثير إلا أن هذه الفرحة لا تكتمل إلا بالالتقاء الشخصي من خلال الزيارات العائلية والمتبادلة فيما بينهم ولكن البعض وخصوصا من فئة الشباب بدأوا يستبدلون عن اللقاءات الشخصية لتبادل تهاني العيد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتهنئة أصدقائهم وأقاربهم من خلال رسائل نصية تحمل عبارات منمقة كثيرة ولكن هل يا ترى تحمل من المشاعر ما تحمله اللقاءات الشخصية؟ لازم تمر على الأهل وتعايد عليهم وتبارك لهم لأن هذه مناصبة دينية قبل ما تكون مناصبة عيد وهي تواصل اجتماعي وذي العياد إسلامية فالإسلام حثننا نزور الأهل وتقارب وتواصل ولو في شاحنات بين أحد نطب المشاحنات صباح أترس لهم رودكاس أو أترس لهم كل واحد لها رسالة خاصة لما بعدين نروح لهم المائلس أو نروح لهم بيت الأهل فأنا عايد عنهم بالطريقين طبعا أبعاد كثيرة ومعاني عدة تحملها زيارات المعايدات الشخصية تترك في الأنفس أثرا جليا يعزز العلاقات ويوثقها ويزيل الشحناء والبغضاء إن وجدت ولكن البعض يؤكد أنه لا يمكن الاستغناء عن وسائل التواصل الاجتماعية على اختلاف برامجها في التواصل وإرسال تهاني العيد من خلالها وخصوصا لمن تفصل بيننا وبينهم الحدود الدولية والمسافات البعيدة أتوقع كل يستخدمها أقدر أوصل حق ناس وما أقدر أصل لهم في الطريقة العادية الاعتادية لأنه في بعض الناس لا أقدر أتوفهم في العيد في بعض الناس خارج البحرين في بعض الناس صعوبة أن تلاقوا إياهم فبالسوشال ميديا أقدر أصل لهم أين عم استخدم السوشال ميديا؟ الأعزم يعني في ناس أنه ما تقدر تلتقي فيهم ففي هالحالة إذا ما تقدر تلتقي في الشخص فأنت تستخدم السوشال ميديا عشان تعايد عليه أما إذا تقدر الأفضل أنك تروح له مهما تبينت الآراء واختلفت حول الوسيلة المستخدمة لتبادل التهاني تبقى نقطة للالتقاء الأهم هي تبادل الود وصلة الرحم والالتقاء ببنى حبهم خلال هذه المناسبات السعيدة يحيى العماري لمركز الأخبار تلفزيون البحر ترجمة نانسي قنقر